بسم الآب والابن والروح الكدسة الإله الواحد أمين الأحد الثاني من شهر توت المبارك إعلان الله عن أهم وصية ممكن الإنسان يتبعها من أجل أنه يصل إلى محبة الله إلى الحياة الأبدية علشان كده يبتدلنا الكتاب في إعلان أنه المسيح يتهلل بالروح ويقول له أشكرك أيها الرب الآب رب السماء والأرض أنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال لأن هذه هي المصرة التي لك كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب ومن هو الآب إلا الإبن وتالي هنا هي معرفة الله معرفة يسوع المسيح الإله الحقيق علشان كده مش هيقدر الإنسان يدرك هذه المعرفة إلا من خلال أنه يخضع يؤمن يفرح بهذا الإعلان الإلهي الذي له وعلشان نفرح بهذا الإعلان الذي لنا نحتاج إلى أن ندرك محبة الله علشان كده لما جيه حد يسأله ناموسي يجربه علشان يسأله يقول له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب؟ كيف تقرأ؟ بأجابة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك ودول الوسيطين الأساسيتين بس عشان كده مهم جدا أنه ندرك هذه الوصية اللي هي فيها إعلان لمحبة الله علشان كده الناموسي كمل هذه الأسئلة وسأله طب من هو قريبي؟ فالمسيح جاوب معاه وقال له كان إنسان مسافرا من أريحة إلى أرشاليم وتلقوا عليه حرمية وضربوه وجرحوه وتركوه بين حي وميت ومر واحد كاهن وتركه واللاوي تركه ولكن اللي تحنن عليه هو الذي أدرك محبة الله اللي تحنن عليه هو اللي أحب القريب وهنا تحنن عليه ونزل عن دبته وأخذه وكب على جروحاته من زيت ومن خمر ووضعه على دبته وخده إلى الفندق ودفع له يعني معنى كده إدراك محبة الله للبشر أن كل إنسان تقابله في حياتك هو في الحقيقة هدية من ربنا ليك علشان يعبر لك عن محبته ليه وكتير من الأوقات بنقابل ناس في حياتنا ونفتكر إن الناس دول سبب تعب لينا بس الحقيقة ربنا بعتهم لك هدية علشان يعلن لك محبته علشان يدي لك فرصة تعلن محبتك للقريب علشان تكون أنت أيضا تقدر تعلن الله الذي يسكن فيك الله الذي يبررك الله الذي يقدسك الله الذي يعطيك حكمة علشان تعلن محبة الله للشعوب ربنا يديكو كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر